بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وزيد عليه وسلم تسليما كثيرا قد يخفى على كثير من الناس أن لكل جارحة من الجوارح أدبا يخصها فالقلب له أدبه والعين لها أدبها والأذن لها أدبها واللسان أيضا له أدبه والحقيقة إن اللسان تحديدا عضو تتعلق به جوارح الإنسان لأنه ينطق ويترجم وقد يحمل الخبر عن كل جارحة لذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعلمه شيئا يتعوذ به يعني يعلمه دعاء طيبا يقوله في كلامه أو مناجاته لربه سبحانه وتعالى يكون عصمة له من الخطأ قال الراوي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي يعني كأنه يمهد لما سيقوله له بعد من أنه سيقول له دعاء عظيما ثم قال له قل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر منيي والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن للعين شرا وللسمع شرا وأن للسان كذلك شرا ومن تأمل نعم الله عز وجل في القرآن وجد أنها أحيانا تكون مذكورة بأعيانها وأحيانا تكون مطلقة وآتاكم من كل ما سألتموه وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة كل هذه نعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها لكن أحيانا يأتي تفصيل في سياق قرآني وهو تفصيل عجيب يقول الله عز وجل في شأن بيان إنعامه على الإنسان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لو تأمل الإنسان هذا الاستفهام الربني ألم نجعل له عينين بلى يا رب لنا عينان بهما نبصر لكن الإنسان يقر بأن العين نعمة وأن اللسان نعمة لكن لم يتأمل الإنسان في أن الشفتين أيضا نعمة من أين تكون الشفتين نعمة؟ تكون الشفتين نعمة لأنهما بمثابة أو بمنزلة الحاجز الذي يمنع اللسان من الانطلق لذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وأثر عن غيره أنه كان يخاطب لسانه فيقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم ودخل مرة عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عن الجميع فوجده قابضا على لسانه بطرف ثوبه فقال له ما هي خليفة رسول الله؟ يعني ما هذا الذي تفعله؟ أمر عجيب يمسك لسانه وهو يجذبه ويحركه هاهنا وهاهنا فقال له ما؟ ماذا تفعل؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لساني هذا أوردني الموارد كأنه يقول لساني هذا سبب لي كثيرا من المشكلات والمخالفات والمتكلم من؟ أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر من؟ الصديق الذي لم ينطق إلا بالصدق ولم يتكلم إلا بالحق ولم يكن كلامه إلا دفاعا عن الله وعن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن لسانه هذا أين ألسنتنا من لسان أبي بكر رضي الله عنه؟ إن كثيرا من الألسنة التي تنطلق بالشائعات وبالأكاذيب وتروج ما لا تعرف له حقيقة يجب أن تحجب ويجب أن تمنع ويجب أن تسكت حيث تبيح لنفسها أن تتكلم اللسان نعمة لكن هذه النعمة لها أدبها من الأداب التي ينبغي أن نفهمها أو كل من المخاطر التي أحيطت وأحاطت باللسان أن كل ما ينطق به الإنسان مقيد عليه كل ما ينطق به الإنسان الله عز وجل يعلمنا في القرآن يقول وكل صغير وكبير مستطر يعني كل شيء إن كان دقيقا أو جليلا صغيرا أو كبيرا مسطر يعني مسجل في الصطور وأيضا الإنسان عليه حفظه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين جعل الله عز وجل على الإنسان ملائكة يقيدون ويسجلون ويدونون عليه كل ما يتفوه به حتى قيل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتد على جهة الحصر ولذا أثر عن الحسن البصري رحمه الله لما قرأ هذه الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتد تألم وتحسر وخاف أن يأتي كتابه يوم القيامة وقد امتلأ بكلمات لا وزن لها ولا قيمة له والإمام النووي رحمه الله لما تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا اختيارا من أمرين إما أن تختار الكلام لكن بما يرضي الله بالعدل وبالمعروف وبالحسنة وبالشرعي وبما فيه خير أو أن تختار الأمر الآخر وهو أن تسكت ليس أن تلغوه وليس أن تقول بما تشاء لما تفوه بهذا الحديث ونطق بهذا الحديث وعلم أن اللسان له مخاطره وأن اللسان تترتب عليه محاسبة قال إن الإنسان يكتب عليه كل شيء حتى الملح في الطعام يعني حتى ناولني الملح ولأن الإنسان يقول لزوجته أو ابنته ناولين الملح هذا يسجل طبعا هذا الكلام بعض الناس قد يستقبله على أنه تضيق لكنه ليس من التضيق في شيء وإنما هو تنبيه إلى أن الإنسان مهما تكلم بأمر فهو مقيد عليه ومسجل فالحرص الحرص والوعي الوعي أن تكتب في كتابك ما يسعدك غدا أن تسجل في صحيفتك ما تفرح بوجوده ولا تخجل منه بين يدي الله رب العالمين أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وأن يحفظ بلادنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته